اكد سعارة السيد علي بن محمد الرميح وزير شؤون الاعلام رئيس مجلس امناء مركز البحرين بل رئيس مجلس امناء معهد البحرين للتنمية السياسية اكد على ما حققه المعهد من انجازات في ظل ظروف جائحة كورونا الاستثنائية التي تعيشها مملكة البحرين والعالم من خلال مواصلة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة والمساهمة الفعلية في الجهود الوطنية للحد من اثار هذه الجائحة جاء ذلك خلال ترأس سعادته عبر تقنية الاتصال المرئية الاجتماع الاعتيادية الثالث للمجلس بحضور اعضاء مجلس الامناء والمدير التنفيذي للمعهد حيث تم مناقشة ما تم انجازه من برامج في المرحلة الماضية وسعراض مستجدات خطة البرامج المتبقية لعمل المعهد لهذه السنة وخلال الاجتماع اشاد اعضاء مجلس الامناء بما حققه المعهد خلال الفترة الماضية رغم الظروف الاستثنائية حيث تم تنفيذ 45 فعالية متنوعة استفاد منها 4077 مشاركا من مختلف فئات المجتمع البحريني واستعرض المجلس خلال الاجتماع ما تم تنفيذه من برامج ساهمت في تعزيز اهداف المعهد حسب ما جاء في مرسوم انشائه والمتمثلة في تنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقا لاحكام الدستور وميثاق العمل الوطني وتقديم الدعم للعمل البرلماني والبلدي في المملكة كما استعرض المجلس الاليات التي يتبعها المعهد في تنفيذ البرامج عبر استخدام تكنولوجيا الحديثة في اقامة الفعاليات وبما يتوافق مع قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتماشيا مع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار كورونا وبناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا واستعرض المجلس عددا من البرامج والفعاليات التي اعتزم المعهد تنفيذها في ضوء الخطة المعدة للفترة القادمة والتي تشمل مجموعة من الانشطة التدريبية والتوعوية لمختلف الفئات المستهدفة